اشتركوا في القناة والإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان وقضوا نحبهم في التفجير الإرهابي الذي وقع بمقر محافظ قندهار في أفغانستان ودعا جلالة الملك المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته كما عبر جلالته في برقيته عن خالص تعازيهم واساته لأهالي الشهداء وذويهم والشعب الإماراتي الشقيق وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا الاعتداء الإرهابي الآثم كما بعث عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا برقيتين تعزية ومواساة وماثلتين إلى كل من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ضمنهما سموه خالص تعازيه ومواساته في استشهاد نخبة من أبناء الإمارات الأبرار في أفغانستان بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعا برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر سموه فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في استشهاد نخبة من أبناء الإمارات الأبرار والذين كانوا مكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان وقضوا نحبهم في التفجير الإرهابي الذي وقع بمقر محافظ قندهار في أفغانستان وأكد سموه دانته الشريدة لهذا العمل الإجرامي والذي يتنافى مع جميع القيم الإنسانية داعيا سموه الله عز وجل لا يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمنع على المصابين بسرعة الشفاء والعافية كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعا برقية تعزية ومواساة وماثلتين إلى كل من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر سموه فيهما عن خالص تعزيه ومواساته في استشهاد عدد من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة في أفغانستان بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعزيه وصادق مواساته في استشهاد نخبة من أبناء الإمارات الأبرار والذين كانوا مكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان وقضوا نحبهم في التفجير الإرهابي الذي وقع بمقر محافظ قندهار في أفغانستان وأعرب سموه ولي العهد في بقيته عن استنكاره وإدانته الشديدين لمثل هذه الأعمال الإجرامية الآثمة التي تستهدف أرواح الآمنين والتي تتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية ويرفضها المجتمع الدولي سائلا سموه المولى العلي القدير يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويمنى على المصابين بالشفاء العجل كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقيتي تعزيهم وسام مواثلتين إلى كل من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أعرب سموه فيهما عن صادق تعزيه ومواساته في استشهاد عدد من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة في أفغانستان